سؤال مهم محتاجين نجاوب عليه هو احنا ليه بنستخدم الكلاسز؟ أو ليه احنا محتاجين الكلاسز؟ ببساطة اول اجابة او اول رد على السؤال ده من تعريف الكلاسز نفسه لاننا ببساطة بنستخدمها كبلوبرنت او نموذج احنا بنبدأ اننا ناخد من النموذج ده النسخ اللي احنا بنسميها الابجيكس وبالتالي الكلاسز موجودة علشان تبقى البلوبرنت او النموذج او الاسطمبل اللي احنا بنعملها اللي من خلالها بنقدر اننا ناخد منها النسخ ونعمل الابجيكس اللي احنا عايزين نستخدمها في الحياة او في البروجيكت اللي احنا بنعمله فدي طبعا اول اجابة على السؤال ده من تعريف الكلاسز نفسها ودي طبعا نقطة مهمة لان بدون الكلاسز او بدون البلوبرينت او النموذج او الاسطنبل اللي انا اعتمد عليها في عمل النسخ هتلاقيني بعمل كل ابجيكت الوحده على حدة ممكن ابجيكت فيه مجموعة من الخصائص معينة لستيودنت معين ابجيكت تاني لستيودنت تاني بس ليه مجموعة من الخصائص المختلفة وهكذا فانا لما اعمل نموذج او اسطنبه واحدة وابدأ ان انا اخد منها نسخ انا كده هضمن ان نفس الخصائص وصفات موجودة في كل الابجيكس بس اللي حيختلف في كل ابجيكت عن التاني الفاليوز اللي متخزينه جوه الصفات او الخصائص دي يعني مثلا ابجيكت لستيودنت 1 اسم الابجيكت ده او اسم الطالب ده اسمه احمد ابجيكت تاني اسمه ستيودنت 2 بس اسم الطالب وقتها هيبقى محمد مثلا مع ان الابجيكت الاولاني والابجيكت التاني هم نسخة من كلاس الكلاس ده في بروبرتي او اتريبيوت اسمه نيم موجود في كل الابجيكس اللي بتطلع من نفس الكلاس فدي اول اجابة للرد على سؤال ليه احنا محتاجين الكلاس تاني السيناريو او تاني مشكلة ممكن تحصل لو ما عندناش كلاس لو احنا عندنا في البروجيكت اللي احنا شغالين عليه في مجموعة كبيرة جدا من الابجيكس واحنا محتاجين نعمل تغير بسيط في الابجيكس دي كلها وليكن مثلا فيه بروجيكت معين فيه وليكن 100 ابجيكت عبارة عن 100 طلبة وليكن مثلا فيه عندنا كلية الكلية دي فيها 5000 طالب فاحنا بنعمل في البروجيكت ده 5000 ابجيكت كل ابجيكت من دول ليه مجموعة من الخصائص وليكن مثلا انا ادرت بشكل او باخر ان انا اوحد الخصائص في كل الابجيكس دي بس والله انا ما كنتش بخزن في الابجيكس دي بيانات عنوان كل طالب فانا حابب ان انا اضيف بروبرتي زيادة او فيلد زيادة وليكن مثلا اسمه ادرس علشان يخزن بيانات عنوان كل طالب من الطلبة دول هتطر ان انا امر على الخمس تلاف اوبجيك وخزن الفيلد اللي اسمه ادرس ده بالفاليو بتاعته على كل طالب من الطلبة دي وكمان اي حد جديد هينضافه هحتاج ان انا اضيف لي البروبرتي او الاتريبيوت ده لكن مع الكلاسز الدنيا ابسط من كده بكتير ببساطة انت بتعمل التغير ده في مكان واحد بس اللي هو الكلاس اللي هو بمثابة النموذج او الاسطنبه بتاعتك والتغير ده هينعكس على كل الابجيك اللي طالع من الكلاس ده والبروبرتي او الفيلد او الاتريبيوت ده يسمع في كل الاماكن اللي انت مستخدم فيها اوبجيك طالع من نفس الكلاس جميل جدا انا كده عرفت يعني ايه كلاس يعني ايه اوبجيك الفيديو الجاي ان شاء الله هتعرف تكتب اول كلاس ليك بلغة الـ C++